كان مهما التذكير ببعض تفاصيل الأحداث الأخيرة في كاركوك وذلك بغرض المساعدة في خلق تصورات تساعد على إصدار أحكام عادلة فأوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيانه الصادر عن اجتماع مكتبه السياسي أن ما حصل ببساطة كان لجوء أصحاب السلطة في كاركوك إلى مجموعة من المخربين من أجل عرقلة تنفيذ قرار إعادة مقرات البارتي ثم قيام مجموعة من المسلحين المستطرين بالأجهزة الأمنية في كاركوك بإطلاق النار على المواطنين الكرد المطالبين بشكل سلمي بفتح الطريق الذي أغلقه المخربون ولم يكن تحميل أصحاب السلطة في المحافظة مسؤولية ما حصل رجما بالغيب ولا اتهاما اعتباطيا وإنما بوجود دلائل وشهود وقراء بل وأن ما تناقلته وسائل الإعلام وقنوات التلفزة يثبت ظلوع هذه السلطات بالأحداث بعد أن قدم رئيس تلك السلطات الشكر والعرفان للمجامع التخريبية على ما قامت به بيان المكتب السياسي أثبت أن ما حصل هو وليد شرعي لبقاء الخلافات بين بغداد وأربيل والتي يفترض أنه تم الاتفاق على حلها قبل تشكيل الحكومة وتم تثبيتها في المنهاج الحكومي البيان أشار إلى أنه ورغم مرور تسعة أشهر على الاتفاق وتشكيل الحكومة لم يتم حتى الآن تنفيذ البنود المتعلقة بإقليم كردستان بل وأن هناك أمور نفذت عكسيا أو لم تنفذ على الإطلاق وأجمل الحزب الحلول للخلافات بتحقيق مفردات الاتفاق السياسي والمنهاج الحكومي ومواد الدستور وهي أولا اعتماد مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن في إدارة الدولة ثانيا تشريع قانون مجلس الاتحاد ثالثا الإصراع في أعداد مشروع قانون النفط والغاز رابعا عدم الخلط بين رواتب موظفي كردستان وبين المشاكل الأخرى خامسا تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وسادسا الإصراع في تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في شنغال الوضع العراقي كان له حصته في بيان الحزب الصريح والمباشر والذي أكد أن ما يحصل في العراق هو اختلاق الأزمات للتغطية على أخرى وهو إذن بلد لا يحل الأزمات والمشكلات وإنما يديرها وانطلاقا مما عرف عنه من حرص على مفاهيم التعايش والتآخي والسلم المجتمعي دعا الحزب أهالي كاركوكا الشرفاء بجميع مكوناتهم إلى التهديئة وضبط النفل وعدم فسح المجال أمام المخربين ومثيري الشغب بأن يزعزع أوضاع المدينة وأن يكون الحفاظ على التعايش والسلم المجتمعي والاستقرار أولوية فوق أي شيء آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر